شدد بيان للمجلس الوزاري المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن والاتفاق على وقف إطلاق النار من دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي أعلن الوزراء عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات الإرهابية التي شدتها ميليشيات الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد دولة الإمارات والسعودية وأعربوا عن دعمهم للحلو السلمية وأكدوا مجددا أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين